موسيقى حياكم الله لما كنتم مشاهدين الكرام مرحبا بكم في الموجز الاقتصاديتكم من قناة الرافذين قال الإطار التنسيقي أن سلم الرواتب لن يطبق في عام 2023 بسبب عدم تحمل وضع العراق الاقتصادي بحسب وصفه وأكد أعضاء داخل الإطار التنسيقي أن موازنة 2023 أقرت تثبيت أكثر من 800 ألف موظف على الملاك الدائم لمؤسسات الدولة العراقية في مختلف الوزارات وساهمت في ارتفاع حصة الرواتب في الموازنة بشكل كبير ما جعل وضع العراق الاقتصادي لا يتحمل أي زيادة في الأعباء المالية ما يعني بالنتيجة أن سلم الرواتب لن يطبق خلال عام 2023 وكل ما يقال خلاف ذلك أو خلاف ذلك تسويق إعلامية يواجه المحاسبون والمدققون العراقيون جملة من الانتقادات بعد جملة فضائح في مؤسسات الدولة في الحسابات والتدقيق وانتقد مراقبون ضعف دور نقابة المحاسبين والمدققين العراقيين التي تظهر مواقعها الإلكترونية انشغالها بإجراء دورات في التدقيق والمحاسبة دون وجود نتائج ملموسة وحقيقية واستذكر المراقبون سرقة الأمانات الضريبية في مصرف الرافدين المعروفة بسرقة القرن وتمريرها بسهولة وكذلك الفواتير المزيفة للاستيراد المتعلقة بشراء الدولار من البنك المركزي انتقد خبراء تجاهل السلطات المعنية بالقطاع الاقتصادي لتطوير القطاعات الانتاجية في العراق وقال الخبراء ان العراق استورد حفاظات للأطفال بقيمة 100 مليون دولار عام 2019 فيما بلغت استيرادات حفاظات الأطفال 39 مليون دولار في شهر أيار 2023 فقط متسائلين عما إذا كانت حفاظات الأطفال تحتاج إلى تكنولوجيا متطورة لإنتاجها محليا قال نائب وزير النفط الإيراني ماجد شجيني إن العراق سدد كافة ديون الغاز الطبيعي لإيران لكن ما تزال إيران غير قادرة على الاستفادة من الأموال بسبب مشكلة في تحويلها من بنك التجارة العراقية إلى إيران يأتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية في العراق خلال شهر الجار عن تنسيق مع الولايات المتحدة بشأن التنازل عن العقوبات التي أتحت دفع العراق نحو 2.7 مليار دولار مستحقة لطهران مقابل الشحنات بحسب وكالة بلومبعرغ وفي خبرنا الأخير صعدت أسعار النفط في المعاملات الأسيوية البكرة بعد أزمة شركة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة وأثرت الأزمة في روسيا أو أثارت مخاوف من تأثير الاضطراب السياسي في روسيا على إمدادات النفط من أحد أكبر المنتجين في العالم فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية أرامكو أمين ناصر أن سوق النفط العالمية سيظل قوياً لبقية العام الحالي بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية خاصة الصين والهند والآن هذه انتقال سريعة مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نهاية والموجز الاقتصادي بإمان الله